تحية متجددة لكم مشاهدين الأفاضل وإنما كنت أهلا وسأل بكم من جديد كيف تقدر تغيب الضحكة ولبسها على وجهي وراء وحاضر معي صبيحة اليوم يانيس عابد نجم صغير على مواقع التواصل الاجتماعي ياسين ياسين قلت لي يانيس ياسين يلا ياسين راء وحاضر معنا نشوفوه دائما على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات يتم تدولهم في مختلف الصفحات الجزائرية نشوفوه طفل صغير ولكن رسائل كبيرة تكون دائما مقدمة ياسين وشراك مرحبا بيك شكرا شكرا لك اللي لك حاضر معنا يوم ياسين في الستوديو رايح حاضر أيضا معنا صبيحة اليوم الوالدة تعايا ياسين سيدة إيمان جرمان أهلا وسهلا بيك شكرا بيك داي عيشك شكرا لقبول دعوة البرنامج شكرا لقبول لمناقشة هذا الموضوع معنا صبيحة اليوم فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي والأطفال لداخل عالم السوشيال ميديا كما قلت في البداية أنه فيديوهات كثيرة نشوفها متدولة لياسين على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما نحكو على الأسباب اللي خلتكم دخلوا ياسين إلى عالم مواقع التواصل الاجتماعي ماذا بيا نعرفوا الناس لما شافتش ياسين من قبله ما تعرفش ياسين واللي ما دالتلوش أبوني أيضا نشوفوا ياسين في هذا الفيديو لمقتطفات من الفيديوهات لينشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد نرجعوا باش نحاوروا الوالدة ديالو وتعطينا مختلف المعلومات يلا نتعرفوا على ياسين وإياكم في هذا الفيديو ندرو حاجة جديدة ولولي ما كله سعر بيستاش دير رؤى ولا ياسين والديك صفي معي شكولان مرمالا بابا خيدي تشريلي شوف هذه مليحة انتا تكسروه هنا نشريه وخلاصوا الطعام كان كل زعب جبتهم للبولت ونزدهم بلاستيك ياسين والدي التبذير حرام سبحانه ما يحبش التبذير تاكوها بابا هذا مساج للولاد اخذوا غير كمت اشريلي اشريلي نخشوا شوي لولديكم باي باي كانت هذه فيديوهات اللي ياسين ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفيديوهات المختارة اللي دائما ما تكون فيها رسالة بوجهها ان كان للأهل ولا حتى الأطفال بداية شكن هو ياسين ياسين عابد هو طفل عمره خمس سنين يدرس في التحضيري في المدرسة مش في العكخاش ياسين كبدايته كي كان صغر كانت مرة داروا في مواقع التواصل الاجتماعي مسابقة لأحسن صورة كانت في العيد عيد الفطر حطينا صورة يعني ما كناش حبين ما كناش حبين هيك يوصل كي ما راهو ذركا حطينا هذه كلها فوتو تاعو الحق عدة شركات ما كناش متوقعين عي طنة بش يديروا معاهل الإعلانات الإشهارية ما في هذك الوقت لون تغاشت العائلة كان نرافض تماماً نعم كان نرافض تماماً أنه يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ما مازدناش هدرنا عليها خلاص خلينا هذك الموضوع يفوت من بعد مدة خالوا جرب قال لي حبيت ندير له فيديو وحلوا كونت انستاقرام صوروا دلوا له فيديو اللول هذك تعليه يهدر على الباكالوريا بعد ما جلست الباكالوريا دي ما يقولنا ندي الباك ندي الباك بس هم ما وش فاهم شو الباك جربلوا أخويا هذك الفيديو وبعد بعد زوجي يام هكك كانت عدد المشاهدات فاتت المليون أربي بارك ما كناش متوقعين يعني بدينها بضحكة بارك ونعم بلعبة من بعد هذك الفيديو والأخويا يعني خويا أنا ما نشانا أخويا اللي عجباتوا هذك الآخر عدنا نديروله لي فيديو والفيديو تعود دائما كان يوصل لرسالة سواء الأطفال ولا لباران وديما في الكمنتر ديفوان نلقوا انتقادات ديفوان نلقوا للناس خورين تعجبهم والانتقادات راح تكون موجودة موجودة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي مدام دخلته للمواقع فالأكيد أنه راح تلقوا المؤيدين والمعارضين ولكن وش يعني لكم رقم بحجم أنه قرابة المئة ألف متابع على الكونت الخاص أو الصفحة الخاصة بياسين بلما نسوا أيضا ملايين مشاهدات على الفيديوهات اللي ينزلها وملايين عفوا البرتاج خليني نقول على مختلف الصحف وعفوا على مختلف الصفحات أيضا حجم كبير يعني كتقوله أزيد من المئة ألف ولا قرابة المئة ألف هو تفرح في نفس الوقت وفي نفس الوقت تخاف كي تشوف هيك أنه هو ديما يقول لي ماما أنا قاعدة نفرح في الناس هيك هي تعني لي وفي نفس الوقت أنا قلت لك تخوفني منه وجاي وش راح يكون بالنسبة أيضا للرسائل دايما يكونوا حاضرين من خلال الفيديوهات دياله هل دايما ما تحاولوا تحفظوا هذه القيم اللي نشوفوها دايما وعلى العموم في مختلف الفيديوهات اللي نشرها وهل تحاولوا ولا كيفاش تحاولوا توصلوها للأطفال والأهالي اللي يشوفوا أيضا الفيديوهات على مواقع تواصل بما أنه هو طفل صغير يعني في عمره خمس سنين تجوغ راح يدير لي بيتيز كي ما يقول هو ما يعرفش أسك هذك غالط ولا صحيح نقول لي وحنا نقول له باريكزمبل لهذا الفعل ولهذا السلوك اللي ركت تمارس فيه رو غالط منه هو نقول لي ونجسده فكارات على هذك الفيديو في نفس الوقت يقول بلي باريكزمبل أنا نغلط ويوصل أم عساج للطفل الطفل يحفظها لأنه يقولها ويرددها ويعاودها يحفظ يحفظ هو يهدر مليح ما ما على فاليش اليوم حشم من اليوم بارك من لو سؤديو حشم من الكاميرات نعم هو دفوع تقول ما هوش في عمره خمس سنين بسكي يهدر مليح طيب ما مدى أهمية خليني أن نقول احتواء العائلة للطفل وأيضا مدى اهتمام باهتمامات الطفل يعني الطفل يكون مهتم بحاجة يحب يدير حاجة فالأهل دياله لازم يكونوا سند له هل دائما تحاولوا توفروا له احتياجاته بطريقة عادية هل تحاولوا توجهه أنتما أيضا في اختياراته أو لا أكيد نوجهه في اختياراته هو ما يعرفش الاختيارات كامل هو متطلبات الطفل صغير رح تكون بزاف ما إحنا ما إحناش رح ندير له متطلباته كامل نوجهه على الطريق صحيح هذا هو يعني هذا هو الوقت يعني اللي توجهه فيها أكيد هذا هو الوقت اللي هز فيه الطفل طيب بالنسبة لمخاوفكم من مواقع التواصل الاجتماعي في الأغلب الأبواب والناس اليوم رح يتعرفوا حتى يشوفوه بره كي الناس تعرفوه أكيد هو من ولاية أم البواقي الله يبارك وكي نخرجه في الولاية بسكولاية أم البواقي صغيرة ما هيش بحجم الجزائر كي يخرج يقول لي ماما الناس كامل عادوا يعرفون أنا ما نحب ما عاد هو ما يقعدش آلاز ثم ما نخرجوش آلاز ممكن هنا كي يجينا الجي ينحق قداش من واحد اللي يقول فالله هذا ما نباليش وين شفتو هذا هذي تشوية سلبية انه هو ما يقعدش آلاز هاي وش تقولنا حضر ماما وش تكحب تقولنا اليوم وش تقول لأولاد الأطفال وش تقولهم قولهم ما يديروش لي بيتيز قولهم حضر مالأطفال ماما روح حشمان يوم يا سيني يلا رك معذور اليوم أرز مورا كان الناطق الرسمي أول مرة يمر في أكيد في الختام ربما كلمات تحبوا تقولوها لكل الناس اللي تتبعوكم أيضا للناس اللي تحبوا تدخل أطفالها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومتخوفة من هذا الأمر هنقولكم رمضان كريم شكرا إن شاء الله توموا بالصحة والهناء وكل الأمة الإسلامية توم إن شاء الله نعاد عليها بالخير والبركة بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي هي صح يكون تخوف من اللي باران منهم بالصح هي فيها فوائد وفيها إيجابيات وسلبيات يعني في كل شكين إيجابيات وسلبيات ميس نحن الساعة هذه الحمد لله أنا ما قدرش ننصحهم وأنا ما زلت ما شفتش لنبعد صح جميل جدا نقطة مهمة طرقت لها ولكن حتى يكون الإنسان في المكان باش يقدر يقدر يقدم ناصحة شكرا لك سيدة إيمان جرمان والدة ياسين شكرا لك ياسين حتى لو مفاشين اليوم بيشتظر معنا باي باي إذن مشاهدين الأكار يمكن هذا ياسين نجم مواقع التواصل الاجتماعي والطفل الشهير على مواقع فيديوهاته الطريفة وفيديوهاته اللي قدم فيها نصائح مختلفة للناس لتبعوه وتحب أدجول في مواقع التواصل الاجتماعي وتحب الترفيه تحديدا إلى الجزء الثاني من فقرات زاب بينج ولنا عودة إلى الاستوديو فامات زاب بيوش وما زلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا ربما